موسيقى مشاهدينا منحييكم بهذه الحلقة الجديدة من نبض بيروت وأكيد منعيد كل المسلمين بعيد الفطر عسى أنه يحمل كل الخير للجميع نستضيف معنا أستاذ منصور فاضل نائب رئيس الطيار الوطني الحر أهلا وسهلا فيك أول شي اشتقنا لك قبل ما نفوت بالمواضيع اشتقنا لك وطولت الغيبة سنة تقريبا بعيد عن الأعلام شي عشر تشور عشر تشور وشوي ونيف ونيف طوال شوي ليش مش راضي عن الطيار وبعدت شو صاير طبعا الطيار هو بده يرضى علي مش أنا بده يرضى عن الطيار وأنا واحد تعرفي يعني تاريخي بالطيار ما في شي بيتغير بعلاقتي وعشقي للطيار الوطن الحر ولا حياتي قضيت حياتي فيه للطيار ما في شي بيزعلني من الطيار وأنا ممكن يكون بعدت على الإعلام لعدة أسباب منها خاصة ومنها زروق زرف البلد يعني مش عطول واحد بده يضلوا على الإعلام يعيد الحكي وزروف خاصة يمكن قدت إلى بقى لا أبعدت ولا أبعد عن الطيار الوطن الحر وإذا الطيار الوطن الحر بيلاقي فيه ضرورة أنه ويبعدني بمطرح ما أخضع لقرارات الطيار مثل ما هي عظيم مش يعني ما بيزعل مش يعني ما بيحق اللي أغضب بس بيخضع عظيم هيدا البعد كتار حكي عنه كتار حكي عن الأسباب اللي خلت منصور فاضلي بعيد كتار حللوا بهيدا الموضوع اليوم رجع منصور فاضل أساسا كنا عم نشوفك بكل مناسبات الطيار الوطني الحر شفناك خضت الانتخابات النيابية الأخيرة وكفات كانت على علاقة بعدك بموضوع الانتخابات النيابية الأخيرة كما حلل البعض وربط البعض أنا رأيت بتقوليلي هكي بشو رأي الناس ليش بعادة بركة بقدر جاوب كل واحد على السؤال وبس بالعموميات ما بقدر جاوب على الخاص لأنه كل إنسان حلل شي ساعة بيقلك عنده مشكل مع الوزير بيسيل بعض ساعة بيقلك عنده مشكل مع كيف اشتغل الانتخابات النيابية مع بعض النواب وحلل في ناس راحوا أبعد بسبب العلاقة مع حزب الله بعض واصلين واصلين لموضوع حزب الله لا بس تعرفي الناس لما بيبعد شخص بيحبوه أو ما بيحبوه عن الإطلالات الإعلامية أو عن السياسة بتصير الناس في عنده مجالات للتحليل وبتصير كل خبرية بتخليوني حلل ومدرح الحقيقة هي فيها شوي من كل شي بس الأكيد والثابت عندي أنه أنا طيار وطني حر سوف أدافع عن لبنان من منظوري كطيار وطني حر ورؤيتي للطيار وطني حر كيف يشوف لبنان الأفضل وحقه الإنسان يتعب بس اللي مثلي ما بيعرف يستسلم بقى أنا بقدر أتعب بظروف خاصة إيام البيت والشغل والظروف الاقتصادية تبع البلد هذا الشي بتعب يعني ما أنه مسحة إنسان بعرف الناس كيف يتفكر وبعرف سيئين نية كيف يلاقوا أسباب سيئة لكل خبر جيد أو كل حقيقة بتخبريها هؤلاء بنعرفهم كتير مني بس الحقيقة الحقيقة أنه أنا مواطن لبناني عايش هيدا الأزمة بكل تفاصيله المادية والاقتصادية والمعيشية والحياة وهجرة الولاد والتربية وكل هودا الموضوع وبيحقله الإنسان يتعب بس بشكل عام اللي مثلي ما بيعرفوا يستسلم عظيم طالما عم تقول ما بنعرف نستسلم أو اللي مثلك ما بيعرفوا يستسلموا اليوم شو وضع الطيار الوطني الحر وسط كل ما يجري حولنا بالإقليم بقيين على هامش التسوية بقيين برات هذه التسوية البعض عم يحكي عن سين سين جديدة الملف اللبناني يلزم من جديد لسوريا المرشح سليمان فرنجي طلع وحذر الأفريقاء المسيحيين والبعض فهموا تهديد أنه انطبهوا تسوية جاية ما تضلكم براتها مثل مصار سنة 89-90 اليوم أين الطيار الوطني الحر من كل ما يجري في المنطقة هيدا ملف كتير يعني سؤالك كتير واسع لأنه في قلو من جزء اي بده تجزئة لأنه تنشوف انها هي تسوية ولا سوريا على الكلمة أنا يعني رح جرب استعمل تعابير ما كتير بتضيق الأطراف هل هي تسوية ولا صفاءات هل هي فينا نقرنا بالتسعة وتمانين تسعين بنفس الظروف الأقليمية والدولية اللي كانت قائمة ولا تغيرت الظروف الدولية والأقليمية لأنه بنظام متعدد الأقطاب التسويات أو الصراعات النزاعات إلى شكل ولما نظام عالمي رايح ثوبة الأحدية طبيعته تختلف يعني إذا بدنا نقارن رئاسة الجمهورية والتسوية اللي ركبت رئاسة الجمهورية بالتسعة وتمانين تسعين كان النظام العالمي رايح نحو الأحدية مشان هيك لقينا أنه قدر السوري طلع طيرانه وينزع حالة العماد عون بوقتها اليوم بنظام متعدد الأقطاب أو متجه نعم عن متعدد الأقطاب ما بتقدر تتصرفي بنفس التصرف طبع الأحدية مشان هيك بتلاقي الناس اللي بحللوا سياسة ما بيعرفوا يربطوا بعد إذنه يمكن بيعرفوا قد عشرين مرة بس بدهم يربطوا من فوق لتحته من تحت لفوق ما فيك نفس الظرف بمتغيرات مختلفة يقولك بدي حلوا بذات الطريقة ما بتنحل الأمور بنفس الطريقة هناك كان فيه تجيير لبنان إلى سوريا نقطة اليوم منك شايف أنه نحنا نتجه إلى نفس الوضعية ما بتقدر نظام متعدد الأقطاب سراعاته الأقليمية بتكون سراعات أو نزاعات تختلف عن أحدية وطبيعة التعاطف بالداخل تختلف عن الأحدية بيقدر كان يطلع السوري طيرانه والعالم يخرس العالم كله خرس نحنا كنا بهذاك الوقت ما نصدق يعني بمطرح ما المظلومية اللي حسيناها ب13-20 سنة التسعين ما بيشعرها شعب بالعالم طيران عم بيطلع يقصوا في الأسر الجمهوري لإزالة العماد عون من الأسر الجمهوري والكون كله خرسان أخرس هلأ اليوم سوريا بأي طريقة أصلا ما حدا بيفكر فيهن هول بس عم بقارن أنه المقارنة لا تجوز أنه خير الظاهر أو الفوضى ما نحنا عايشين بالفوضى إيه بس اليوم كمان هناك من يضع معادلة أنه سليمان فرنجية أو الفوضى أو خلينا نبسطها سليمان فرنجية أو الفراغ هذا الفراغ لوين بيودى بدولار يناهز الميت ألف بأوضاع اقتصادية وانهيار عم نعيش ويؤدي إلى الفوضى والبعض عنده هذا الشعار أنه نحنا تحديدا الثناء الشيعي نحنا ما عنا مرشحة لسليمان فرنجية سليمان فرنجية أو الفراغ هلأ هون انتقلنا لأنه هاكي هاكي قصمنا للسؤال انتقلنا من مقارنة ما بين التسعين والالفان وثنان وعشرين وبدنا نقارن بين طريقة الطروحات ومين ولاش وكيف نحنا كطيار وطني حر وانا بعرف هون الموضوع بعرف عن شو عم بحكي نحنا مبدأ التسويات بلبنان منا ضده بالمبدأ بالعكس لبنان دولة بلد متنوع فيه وبنيات مجتمعية تختلف مع بعضنا يعني كله هذا الحديث بنعرفه لابد من إجراء تسويات لابد ممتاز يعني بآخر شي لبنان بده يروح حتسوي ما في حدا بيقدر يعمل اللي عملوا سنت التسعين بقى انتهت أوكي أوكي تسوي طب التسوية بتكون هاك طيب رئيس جمهورية نحنا قررنا هذا رئيس جمهورية بتكون تمشوا لا أصلا مش هاك نقال تما نظلم على القليلة حسب الله بهذا الموضوع انه قال يا نحنا مشين برئيس جمهورية بتمشوا أبدا واللي نفهم من سلامان فرنجية بيبكرك قد يفهم انه هو تهديد للتسعين أنا برأيي ما بيقدر يهدد ومحلا بيقدر يهدد باللي صار بالتسعين فسرناها قبل شوي أما موضوع التسوية طب بيحقلنا نحنا نسأل بعض الأسئلة لكل اللي عم بيفكر بالتسوية لبنان بعد المعاناة اللي عم بيعانيها بعد الأزمة الاقتصادية والمالية وكل هيدا الموضوع اللي عشناه من سبتعاش تشرين لليوم وأنا بقلك من ثلاثين سنة لسبتعاش تشرين نفجرت بسبتعاش تشرين طب اللبنانيين كلهم ما بيحق اللهم يسألوا طيب نحنا اتدمرنا وجعنا وعطشنا ليه؟ عطول بتكون تعالجوا النتائج ولا مرة بتكون تعالجوا الأسباب طب فيكن تعالجوا الأسباب بنفس الناس بنفس المنهجية بنفس الاتجاه بنفس الفكر طب فيكن ما تسألوا أسئلة أنا قبل ما أصلا طيال الوطن الحر طرح ورقة الأولويات ورقة الأولويات الرئاسية هيدا ورقة الأولويات ياريت بيقروها كلهم بناءا عليهم نقدر يعني لأنه ورقة الأولويات حكي بمواصفات عامة بس حكيت أكتر بخطة يعني استراتيجية الخروج من الأزمة بموضوع الرئاسي وموضوع رئاسة الحكومة وموضوع الإصلاحات وموضوع موضوع بس ما أنتم ما سمعتوا لأسلامين فرنجية يعني مقربين منه بيقولوا أنتم ما تركتوا فرصة حتى تسمعوا هو كمان عنده خطة عرضة على الفرنسيين طبعا أنا بدي أسألوا سؤال شو بده فيه؟ شو بده فيه سلامين فرنجية؟ يعني أنا عفوا أن أنا عن جد تعرفوني يعني أنا قاسي بمطرح ما بس مهزة يعني مش كتير بقلل طب ما هو قال بعدمة لسانه طلعت استمعوا لي الفرنسيين أنت مرشح رئاسة جمهورية لبنان شو استمعوا لي الفرنسيين؟ يعني مصطفى أديب بزمانه خلص يعني تمنزلة يعني الفرنسيين دخلوا بموضوع مصطفى أديب وما نجح يتمعون القصة مش يعني الفرنسيين عم بيبادروا شو استمعوا لي بعدين أنا شو بدي يستمعوا لك الفرنسيين؟ أنا بدي يستمع لك أنا مواطن لبناني جاوبني على ست سبع أسئلة بتريحني أنا بقل له يجاوبني على موضوع التديق الجنائي يا يقل لي التديق الجنائي هذا ما بيسوا كذبة وما بدي أعمله وأنا بقل له لا التديق الجنائي أساس ومدخل طب أنت وبعرف أنه أنت مش رئيس السلطة التنفيذية بس قول أنه أنت وغيرك أنت وأي مرشح تاني طب يعمل لبنان في أسود وأبيض خلطوهم مع بعضهم وصارت مفاهيم داخلي ببعضها طب ما في غير التديق الجنائي بيقدر يفصل الأبيض على الأسود طب ما يضلوا الآن بزهن اللبنانيين عبر الأجيال القادمة أنه أنا وياكي مثلنا مثل أي حدا بلبنان يمكن هو أحسن مننا طب هذا الأحسن مننا في صلوح عنا علقوا بزهن اللبنانيين اللي علقتولهم ظلما وافتراءا أنه طلع الفساد بلبنان الطيار الوطن الحر عم بيتحداكن الطيار الوطن الحر وبيتحدى أي رئيس جمهورية بالدويجة تكون عنوانه الأساسي التديق الجنائي أنتوا شو بدكن سليمان فرنجية تتمشوا فيه لرئاسة الجمهورية أو على الأقل تتأمنوا نصاب هذه الجلسة شو المطلوب اليوم؟ أول شي هذا موضوع مرتبط بالتكتل ومرتبط بالرئاسة الطيار نحن فيه موضوع أساسي قبل ما نقول شو بدنا من سليمان يعني بس تقولي شو بد من سليمان حسمتي أنه أنا سليمان عم فاوض أنا وياه شو بد منه نحن لم بدنا شي من حدا إلا جاوب على الورقة الأولويات الرئاسية جاوبونا على الأولويات الرئاسية قبل ما تطرحوا أسماء بس كيف بدوا يجاوبكن علي الرجل طرح مبادرة حوارية دعا الأفريقاء عليها من صرح كركة القوات اللبنانية رفضت حتى اليوم لا تعليق من التيار الوطني الحر مستعدين تروحوا على حوار مع سليمان فرنجية؟ ستريتا قبل سليمان فرنجية ما بيقدر يقول أنا رئيسي أنا مرشع رئاس جمهورية وتعوا حوروني شو بدنا ونحن نجاوب اللبنانيين على ست سبع أسئلة طيب أنا رح أسألك سؤال أسئلة بعد إذن هذا حوار على الهوى طيب في حدا في لبنان ما بيعرف مين كيف تعرقل التديق الجنائي ومين عرقله كيف ومن مين عرقل الإصلاحات يلي انطرحت بمجلس النواب كل المشاريع للأوانين الإصلاحية من موضوع كشف حسابات كل من تعطى شأن عام لموضوع التحويلات كل المواضيع مين عرقلون وكيف كل المواضيع اللي انطرحت واتهمنا فيها نحن بثلاث سنين مين عرقلون ومين وكيف عرقلون بس يجيبوني على هاو الأسئلة على هاو دل الأسئلة هون منبلش طيب شو الخطة الاقتصادية مين بده يحط خطة التعافي الاقتصادي وكيف بدك تحطها قبل ما تقلي تعاو حوروني حول أي موضوع تاني إذا نحن متفقين نحن وياك حاول حماية لبنان وحماية المقاومة وعدم الطعن بظهر المقاومة وهو دي أصلا نحن مش بالجميل اللي بنعملون لا حدا نقوله جميلة علينا ولا حدا نحن من ربحه جميلة نحن عملنا وجباتنا الوطنية ورح نضلنا نعملها تما حدا يصطاد بالماء العكرة لأنه أنا أطول لما حدا بيحورني بموضوع حزب الله بيقولهم أنا لما صارت حرب تموز ما قلي بيجميل أني أفتح بيتي للناس اللبنانيين يلي طيران إسرائيل عم يؤسفهم بقى أنا ما عندي جميل بيعوا لحدا بهذه البارانتاز وانا بقلهم بدأ أرجع لهذه البارانتاز لأنه موقفك كان شوي مغاير حتى على مواقع التواصل الاجتماعي وتغليداتك على تويتر لم ترق لكثير من الناشطين بالطيار الوطني الحر اللي كانوا بغير جاو هلأ هيدا ملاختاني برجع له بس خلين نكفي بالرئاسة بموضوع الرئاسة قبل ما إحكي مع السليمان فرنجية أو مع غير السليمان فرنجية أو اسمح طريقة اللي عم تم التعاطي فيها من الكوى السياسية اللبنانية لأنه السليمان فرنجية صار مرشح بعد ما طرحوا السنائي بشكل جد طب ما نحنا حكينا مع السنائي وفسرنا لهم أو مع الحزب الله أنه نحنا قلنا لهم في عنا إشكالية طب عن جد أنتوا بتكون تعملوا بزمانه بتتذكري بالألفان وخمسة لما عمل تكتل إصلاح والتغيير وطلق العماد عون قال ما في إصلاح وتغيير بتسموه تغيير وإصلاح لأنه لا يمكن إجراء إصلاح بدون التغيير طب نحنا هيدا المنهجية هودا الأسئلة اللي هلأ سألتك ياهون أنا بقول قدام كل اللبنانيين لو وحدهم يجاوبوا ببيوتهم بيطلع معهم اسم أو اسمان يمكن يختلفوا عمين الأسماء يلي عرقلوا كل هيدا المشروع بلبنان طب هيدا الأسماء هي زيتا عم ترجع تكرر حارة من 30 سنة لليوم هايك بتكون تعالجوا المواضيع يلي عم بيعاني منا اللبنانيين هلأ حدا نمسدق أنه نفس الناس يلي رفضوا كل المشاريع الإصلاحية بالبلد كلها من موضوع رياض سلامة من موضوع النزام الاقتصادي من موضوع خطة التعافي الاقتصادي من 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 الكابيتل كونترول طب هودا هن زيتهم يلي عرقلوا هاي المشاريع يلي ما مآمن أنه البترول موجود بلبنان يلي ما أنه مآمن أنه مشاريع الممكن تنتج باللبنان هي منتجة بده يرجع يحولوك إلى مجتمع ريعي بس حزب الله قدم لكم ضمانات لأنه كيفي معلومات يأمنوا لللبنانين أنه حزب الله قدم ضمانات حول هذه الأسئلة أنه أنتوا أمنوا وصول سليمان فرنجية ونحن الضمانة حتى قيل وكيفي معلومات بتحكي أنه عطيوكم كل شيء حاكمية مصري في لبنان قيادة الجيش حتى كان في وعد لجبران باسيل أنه بعد ست سنوات أنت الرئيس من بعد سليمان فرنجية كل هذه الضمانات لم تكن مقنعة؟ أنا بقلك أكتر من هيك كل الأطراف عطيت كل الضمانات لجبران باسيل للوقت وجبران باسيل بعد التجربة ما هو إنسان بيتعلم بشغلتين بيتعلم بأناعاته اللي هو مكونة وبتعلم بالتجربة كمان بعد التجربة والمعاناة اللي عانيناها نحن بالست سنين اللي كان فيها العماد عون رأي جمهوري وبالتلات سنين الهجمة على الطيار الوطن الحر صار عنا قناعة راسخة أن الطيار الوطن الحر بيقدر يتحمل ألم هالقد بس ما بيحقلوا الطيار الوطن الحر بقى يمزح بالموضوع البطال كل اللبنانيين لأنه ما بقى فينا نحنا ما بقى في مجال للبنانيين هاي نصيحة للبنانيين كلهم شتموا سبوا ما بيأثر ما أصلاً أنا هون هون عندكم بأول ما بلشت الثورة كنت قلهم عم تشتموا ورح تخسروا لأنه الشتيمة ما بيجي بحل طبعاً ما بيجي بحل روحوا حكوا مع رئيس الجمهورية هون هون كنت عايدة القاعدة هي زيتها روحوا مع رئيس الجمهورية عم بيدعيكم للتحور معه حكوا معه ما مبسوط فيكم لعماد عون أنكم نزلتوا على الشارع لأنه كان الشعب اللبناني فائد الأمل أنه بعد في شعب بعيش وظلتكم بالسباب والشتائم وشفته هلأ منقلهم لكل اللي عم بيبادر بموضوع رئاسة الجمهورية على تسويات القديمة يعطيني وبعطيك وخوض هذا الرئيس وبركب هذا الرئيس وأنا رح رحلك أبعد من هك لا يلي عم بيقولوا أنه سليمان فرنجية بيحمي ظهر المقاومة بيكفة ولا يلي عم بيقولوا بدنا رئيس جمهورية لا يحمي ظهر المقاومة مش لا يحمي مش بيقيد حزب الله هذا الحديث بيكفة لا أنتوا معكم حق ولا أنتوا معكم حق رئيس جمهورية بده يكون بلبنان من ضمن مشروع متكامل متكامل للأزمات اللي مرئنا فيها يجي يقول خي أنا أزا بدي أعمل رئيس جمهورية هذا موضوع خطة الاقتصادية هذا موضوع كيف بدي أعمل التعافي هذا موضوع كشف اللبنان كيف اللبنانيين كيف نسرقوا مين سرقون كشف الأموال اللي تهربت من لبنان بدي أفصل الأبيض عن الأسود بموضوع التدقيق الجنائي وعقد ما كان مصر العمادعون على التدقيق الجنائي أنا لازم أصر أكتر وهيكي بتنحل الأزمات والطمن اللبنانيين أنه جي يكي عهد مش يرجع يطرق مصريات الغاز والبترول ويرجع على نفس الموضوع بيخليهم للناس يلكحوا المبرد خلاص اللبنانيين ما بقى فيكون تعطوهم ترجعوا تخليهم عن جديد يعيشوا 30 سنة مثل ما عشناهم قبل بكذبة هلأ أنا على قلي إذا بعد بيعطوني 30 سنة على الصعيد الشخصي عيشوا مثل ما عشتهم قبل على الصعيد الشخصي بيكون صار عمري 83 راضي بس الأجيال بس الأجيال بس الأجيال بس الأجيال بس الأجيال نرجع عن جديد عن جديد بعد 30 سنة كذب وحياة كذبة عايشين بوهم دولارهم بألف وخمسة هذا وهم وكذب بس اليوم أستاذ منصور المحيطين بسليمان فرنجية عادة أنه بيحكوا أنه عنده خطة وبيحكي فيها وقت اللازم هلأ نحن نترقب يبدو أنه عنده أطلالة أعلامية قريبة جدا وسمعنا شوية من برنامجه وعرضه كان بيبكركة بس اليوم البعض بيبسطها أكتر من قصة برنامج وخطة وكل هالتفاصيل خلاص ما إذا صار فيه اتفاق سعودة والسعودية قبت الباط على انتخاب سليمان فرنجية بيحطوا شوية مصاري تدفق شوية استثمارات بيمشي سادر بما أنه فرنسا تسعى لوصول سليمان فرنجية علما أنه مبارح كان فيه بيانة الخارجية أو البيانة المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية هيك طرح علامات استفهام أنه بترجع بتنضخ أموال وبيمشي البلد وبيمشي العهد ليش عم تكبروها هالأد طيب بيمشي البلد وبيمشي العهد أول شي خلينا نحط فرضية أنه صار فيه تسوية وقررت السعودية والفرنسيين أنه خيمشي بهالتسوية صحيح؟ صحيح فيه إشكاليتين ولني أعش مش أنه هاي إشكاليتين أنا خلقتهم وخلاص أول إشكالية كيف بدون يترجموها بالداخل اللبناني لأنه بلبنان بعض الانتخابات النيابية اللي بدون ينتخي برئيس جمهورية هيدا البرلمان متل ما هو مكون ما حدا قادر يأمن النصاب مثل ما لازم بدون كهيدا إشكالية أولية مين بدوا يعالجها وكيف يتم معالجها واسق بالقوات اللبنانية ما تبدل موقفها؟ يعني ما بعرف إذا ما بعرف بصراحة يعني ما بعرف لهلأ أو لبعدين كيف تضل الأمور وما بعرف الكتل النيابية كلها سوتها ما بأتهم بس القوات إذا بتضل متضامين بس أنا بنصح اللبنانيين بنصح اللبنانيين إنه هيدا موضوع خارجي ممكن يعطيكم دفع على فترة صغيرة وننتأمل على الفترة الطويلة يعمل إصلاحات بس أنا فقده للأمل لأنه نفس الناس ما بتقدر تعطيكي غير نفس النتيجة بالأخص بعد هذا الانهيار اللي يصير يعني إذا اللبناني كان قبل بعد حرب اللبنانية من سنة الخمسة وسبعين للتسعين رضي بتسوية الطائف ونكبل له مصاري وعاش بوهم تلتين سنة هلأ اليوم اللبناني رح يرضى إذا لا سمح الله رضي بيرضى بتسوية أبشع من هيدك لأنه هيدك خلصته من حرب وفتته على الفتاح هون عم تخلصوا من تجويع تطردوا بأقل جوعا وأكثر سرقة لأنه في الغاز والبترول انتبهولا انتبهولا مش هنأك بلشت حلقتي معي كادي منا تسوي هاي سفقة واضح انتبهولا للسفقة وأنا بيرأي الأنفان دو كور يعني اللي قلبهم طيب وخايفين على لبنان وممكن يكون السعوديين منن إنه لأ لبنان لازم نوقف لهم منن هلقدي السعوديين محمد بن سلمان ما بعتقد السعودية صارت هذه الدولة اللي بتكب مصاري ما في هدايا مجانية ما بقى في هدايا مجانية واضح في استثمارات ما في هدايا مجانية استثمارات وممكن مساعدات لبعض الدول تيصير فيها استقرار بس كله بيدمن شروط هل إنه السعودي مستعد بعده يحط بلبنان مصاري يلاقيها عم تنهب وتنسرق ودائع الناس طارت هل إنه اللبنانيين بيرضوا ودائعهم يطير وترجع أملهم بمستقبل زاهر يرجع يطير هل إنه تجويع اللي جوعوكم يهو ترأولكم كل مصرياكم من لبنوك راضيين أنتم يرجعوا يكبلوا لكم فوتات هون مسؤولية اللبنانيين أكتر من مسؤولية الطيار الوطني الحر يلي هو رح يناضل لهذا المشروع عن جديد بس أنتم هون عندكم مسؤولية اليوم الطيار الوطني الحر ممكن يقدر يمنع وصول سليمان فرنجية هو وعدة أفريقاء آخرين بس أنتم اليوم ما في عندكم مرشح أنتم والقوات والكتائب والأفريقاء التي ترفض وصول سليمان فرنجية عندكم نقطة ضعف تتمثل بغياب المرشح أوكي ما نحنا لأنه ما بدنا يكون في مرشح مقبي المرشح ويسقطوا المرشحين كلهم نحنا من الأساس لما الوزير بسيل انطرح معه أن نعطي أسماء قالوا موضوع ما أنه موضوع أسماء تبحثوا بموضوع الأولويات تنفوت فيها بالتفاصيل وبعدين يسقط علي المرشح يلي منتفق كلنا سوى عليه قالوا ما بدنا نحنا آخر شي يطلع مرشح أنه نحنا مرشح خلاص مشو ما بتصير كونتر بوا وزن بيلوزن هذا ما بيعطي نتيجة بلبنان وبعد التجربة بينهي أي حل لأي موضوع وفقين على التسوية الأولويات الرئاسية ساعتها بيصير هين المرشح بلبنان إذا التسوية ما نحنا كلنا بنعرف أنه في أقوى من العماد عون يجع على رئاسة جمهورية بلبنان معه كتلة نيابية وعنده الخبرات السياسية وعنده التجربة ومرأ بكل الظروف وبكل المراحل وراح عمل التسويات الداخلية وركبة كل الأمور سوا وقدروا يعرقلوه وتجي أنت هلا بتجيبي رئيس جمهورية من دون ما تكون مأمنتله الخارطة الطريقة المتكاملة قبل ما تيجي تطرحي الرئيس مين مكان يكون مين مكان يكون أنا هلا بلليك لك جبران بسيل يلي نحنا مأمنين أنه شخص يتمتع بك بالمواصفات يلي نحنا مأمنين فيه بالحد لأدنا نحنا مأمنين فيه حطي هلا رئيس جمهورية من دون هيد الخطة بعد تجربتنا ما بيقدر يعمل شي عظيم ممتاز ممتاز طالما عندكم بش العماد عونا لا رجعي عشر سنين لورا الله يطول بعمره رجعي يحطي بنفس الظروف ها زيت النتيجة طالما عندكم هيدا النظرة وهيدا الأناعة اليوم عم بتحيدوا الاسم وتعتبروا أنه خلينا نتفق على المواصفات ومنسقط هيدا الاسم بس حزب الله ايه بس حزب الله رفض هذه المقاربة واليوم من الواضح جدا أنه حزب الله هو الناخب الأول رئاسيا حبينا هيدا الشي ولا ما حبيناه حزب الله اليوم إذا بقي من دون خطة باق ويرفض بحث أي اسم آخر غير سليمان فرنجية فينا نضلنا أشهر هيك وسنوات وبدلوا الرئاسة معطلة فطالما هيدا الفكرة جوبهت بالرفض شو عم تعملوا تحتى تواجهوا هذا المرشا حتى الآن لا شيء بلا شو عم تتواصلوا فيه تواصل مع القوات اللي مثلا مع الأفريقاء الآخرين أواشي التواصل بلبنان ما بينقطع يعني نتواصل مع بكركي ونتواصل مع عبر قنوات مع كل السياسين بالبلاد أنه تيتلاقى ما خلاش أكيد الانتظار الداخلي مرتبط بالخارج لأنه لبنان طول عمره ريتا مادام ريتا طول عمره أزماته هنه مرتبطة بثلاث مواضيع من وقت ما تكونت فكرة لبنان لليوم تكون أزماته أو حروبه على ثلاث مواضيع موضوع الهوية كانت عطول سبب إشكالية موضوع الشراكة بالسلطة كان أساسي وموضوع التدخلات الخارجية أو المصالح الخارجية بلبنان تستفيد من النقطتين الأولين مطرح ما بتلاقي هلأ صراع على الهوية محتد وتتقاطع مع مصالحها بتعملنا أزمين وإنسي دوسوين نحن اليوم بلبنان في عنا هالثلاث أنواع صراعات موجودين بلبنان شفت مبارح صراع على الهوية أو الطائفية أو المذهبية أو الإصامات الحادة بلبنان رجعنا نسمع اللي كنا فقدينا موضوع الشراكة أعلى رأس مسيحي بالدولة اللبنانية لو هو رئيس كل اللبنانيين ولكن هو الرئيس المسيحي أو أعلى موقع رئيسي يلي بيأمن الاستقرار بتاني إشكالية بتفجر لبنان طول عمره هي هيدا والتدخلات الخارجية بسبب التحولات بالمنطقة إن كان بالأكليمي ولا والدولي يلي صرنا بنظام عالمي متعدد الأقطاب عم تشوفوا الصراعات بالعالم صراعات الصين وروسية وأوكرانيا وكل هيدا الصراعات ما بيقدر لبنان يكون بمعزل عن القراءة اللي بتربط هودة الثلاثة سوا ما فينا نحنا نجي نركب تركيبة على حساب اللبنانيين أو على حساب المسيحيين لأنه هيدا خلال إلا إذا لا سمح الله لا سمح الله حدا بعقله مفتكر إنه المسيحيين لشو بلبنان إنه هودة بيدبوا الشنطة وبيفلوا بيكون عم بيغلطوا كتير عم بيغلطوا كتير 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 وما بيعرفوا مش قارين تاريخ ولا بيعرفوا إنه المسيحي لا فيك تقسيب العدد ولا فيك تقسيب المسيحي فيك تقسيب يدوره المسيحي عنده دور يلعبوا بهذه المنطقة بس اليوم المقربين من السنائي الشيعي ومن سليمان فرنجية بيردوا على هيدا النقطة إنه ما حدا يفكر إنه الطيار الوطني الحر والقوات اللبنانية إنه بحاجة لإلون سليمان فرنجية لتأمين الشرعية لنفسه هو عنده عشرين نائب مسيحي ممكن رح ينتخبوه يعني من ضمن الأصوات اللي عنده إياها في عشرين نائب مسيحي هنه طبعا ضمن الكتل الأخرى هلا ما ش معنا كتير العدد ما كتير بحب فوت فيهم يعني بس رح جاوبهم يعني هكي ببساطة تمام يصير في نقاش طب ما كمان الياس الهراوي الله يرحمه صار بدنيا الحق جاب نص نرواب المسيحيين معه يعني بوقت مش الموضوع بالعدد مبارح واحد بيطلع لي كلمة تهز المحزوزية يصير يذكروك بالعدد المسيحيين ما فيكن تتعاطوا معن بموضوع عدد خطأ خطأ مش للمسيحيين خطأ على لبنان على لبنان اللي بتحلموا فيه واللي عايشين فيه ومنتمرجل فيه ومنحبوا للبنان ومنعشقوا على المسيحيين لعب دور وعلى المسيحيين والمسلمين حماية هذا الدور والمسلمين مهمتهم أكتر من المسيحيين للحفاظ على هذا الدور إذا ما عم تفهموه فهموه من وقت جانبول دو من وقت جانبول دو والسينودوس من أجل لبنان وحكينا عن الدور المشركي للمسيحيين هذا دورهم ما تغلطوا وأنا مش عملك أنا لو سني اسمي منصور فاضل وسني لو أنا منصور فاضل ودرزي وشيعة كنت بقولوا لهذا الحكي لأنه هيدا أناعة راسخة براسي من مرتبطة لا بمسيحيتي ولا بمارونيتي اليوم في خشية عندك أنت ومن تمثل أن هناك من يحاول شطب الدور المسيحي ونرجع إلى الفترة اللي سبقت الالفان وخمسة لما كانوا المرجعيات اللي بمثلوا المسيحيين محطوطين على الهامش أنا ما بدي روح على سوء النية بدي روح على الوقاع ما بدي أقول في سوء نية لأنه ما بيعتقد ما بيعتقد حدا من اللي عنده هودة كل هالتجربة بلبنان بيقامن أنه لبنان بيكمل بلاء الدور المسيحي اوكي دونك أنا برأي هي أخطاء أخطاء تكتيكية تماع تبرا خطأ مقصود وستراتيجي خلينا بالتكتيك بس أنا بيقولكم بالتكتيك عم بتغلطه لأنه هيدا بيقدي إلى مواجهة استراتيجية وهيدا المواجهة استراتيجية بتقدي إلى انهيار بلبنان أو دور المسيحيين ودور لبنان الرائد بهذه المنطقة لما انحكى أنه عن لبنان هو مثل الرئة مثل الرئة لما طلع وقت الكاردينال نسيت نسيت شو اسمه موفد من من روما لموضوع السينودوس قال لبنان هو البلد الوحيد بالعالم هي المشرقيته ومغربيته المسيحية موجودة عندكم يعني المشرقية والمغربيت والمسلمين والمسيحيين عايشين بهذه النقطة وعليكن دور كتير كبير تنشوه بالعالم وإذا فيش اللبنان رح يفشع للعالم كله تجربة لبنان تجربة جدا مهمة ما تغلطوا فيها استاذ مانصور بس كلامك شوية مش قصة عاطفة شوية ميسالة لأنه على أرض الواقع نتيجة كل شي عم نشوفه شو عم نسمع رجعنا نسمع خطاب التقصين رجعنا نسمع عندكم جمهوريتكن وعندنا جمهوريتنا وإذا بيوصل فلان على رئاسة الجمهورية خليه يحكم جمهورية حزب الله ما بيحكم جمهوريتنا رجعنا نسمع كلام عن الفيدرالية يعني كلامك بمطرق تاني دماش لا أنا هيدا إذا بدك حديث يلي أنت بلشتيه معي فيه قبل شوية عن موضوع حزب الله وقتهم أنه أنا جمهور الطيار عم بين قدني وهلأ بفتحوا هيدا النقاش تفرجيه لجمهور الطيار ولغير الطيار أنه هيك بتكون المشرقية ما بتكون فيزيح هلأت بسيط بين الوعي والإدراك لمصلحة المسيحيين ومصلحة لبنان بمسيحيينه وبان الحديث الطائفة يلي بيدمر المسيحيين هو زيح بس مين عم بيجر المسيحيين اليوم طي يوصلوا إلى هذا البعد الطائفة مش ممارسات الأفريقاء الآخرين طبعا يعني لما بيتخطوا المكون المسيحي برئاسة الجمهورية شو متوعية طبعا بس أنا مش مفروض طب أنا شفتيني عفوا شفتيني متنازل عن الدور المسيحي بموضوع رئاسة الجمهورية طبعا لا طب حطيتيني بالمثالية يعني بالمثالية المسيحية لماذا بتكونوا مثاليين نحن على هنا دور ما فيكن تقشطونا على هنا دور بهذا المنطق أو بلبنان طب هيدا حديث طائفة طبعا أنا عم بحكي نفس الحديث طبعكم يدون طائفية الطائفية بتقتل لبنان كله بتقتلكم انتو بتقتل لبنان بتقتل كل شي حلو بلبنان طائفية أبشع وأبغط شي ممكن يعملوا الإنسان بحياته بتعملوها تتحافظوا على لبنان ولا بتكونوا عم تنهوا لبنان التقسيم بينهي لبنان كلام الطائفي بينهي لبنان الكلام المذهبي بيقتل لبنان عصر ما تعلمتوا شي بتكونوا من تاريخ لبنان من سنة 1823 لألالفان وثلاثة وعشرين إذا بعدكن عم بتعيدوا الحديث الطائفي يعني ما تعلمتوا شي لو غيركن عم بيغلط بالتكتيك وبالستراتيجي انتو ما اتغلطوا انتو ما اتغلطوا دوركن ما حنا بيقدر يقشتكن انتو بتقشتو لحالكن المسيحيين أشتر ناس بخسارة الدور تبعن لما بيتحولوا من منطق الحق إلى منطق الطائفة أو المذهب أو بيفوتوا برعبة العدد نحن حبيباتي شايفين حالنا بعددنا ومبسوطين فيه لعددنا ونحن لما كان العدد تبع المسيحيين أكترية بلبنان لأنهم عندهم رؤية استراتيجية للبنان مرادوا إلا ما يعملوا لبنان الكبير ويرجعوا يتشاركوا فيه مع الإسلام لأنه دور لبنان ريادة بهذه المنطقة فهموها لبنان ما بيقدر يكون إسرائيل نعم ما بيقدر طب قروه تاريخ عرفوا انه المسيحي تنازل عن الأكترية المتصرفية وقائل مقامياتين ويجعل اللبنان الكبير وارتضى يجمع كل اللبنانيين مع بعضون المسيحي مع الوقت رجع استعمل السلطة والمارونية السياسية وأخطأوا أخطأوا أخطأوا أوكي طب انتوا ما تغلطوا الإسلام بلبنان اليوم ما تغلطوا طيب بس اليوم هيدا الكلام كيف بيتقرش إذا بدك بالسياسة وتحديدا خليني فوت على ملف العلاقة مع حزب الله اليوم أول شي شو وضع العلاقة مع الحزب مقطوعة في تواصل ما في تواصل اليوم يعني آخر شي واضح أنه وصلت هيك هالتفاق مارمخايل ينازع تفاهم مارمخايل وكان محطوط على التنفس الاصطناعي حتى وأنا المدافعين ما هبدي أصلك لأنك إن المدافعين تنشوف شو صاير طيب أول شي أنا مثل عادتي يعني ما بحب أحكي عن موضوع ورقة العلاقة نحن وحزب الله كنات على الهواء أو إشكالياتها على الهواء بس ماشي الحال فينا نضطر إلى بعض العناوين من ضمن أناعات الطيار الوطن الحر اللي صارت سوابت بحياتنا السياسية إسرائيل عدو للبنان ممتاز ونحن مع اللبنانيين بيوجه أي عداء خارجي للبنان وعلى رأس إسرائيل ياللي ما بتريد الخير والسلم محدا محدا واحدا يفتكر بيصيروا ينظروا إنه سلام إسرائيل هي ما بدها سلام ما بدها سلام محدا ولا بتبغى السلام محدا وبدت تخذ لكم ميكم وغازكم وبيترولكم ونفطكم وسيحتكم واقتصادكم وبوركم وعم تتفرج عليكم قد ما إنكم عم تنهاروا قد ما هي مبسوطة لأنه ما بتريد لكم السلام دونك إسرائيل عدو شرس للبنان مش هاي المشكل منتاز ده مشكل أساسي للبنان لا بس هاي مش هاي المشكل بينكم وبين حزب الله محدا مش مختلفين على هاي المقاربة هاي مسابتين مسابتين ومسابتين نهائيا وانتهت نحن ويوم إشكاليتنا نحن وحزب الله أنا بالنسبة لإلي في خطأين أساسيين كان مفروض يداركون حزب الله بالوعي والإدراك والمعرفة بي لبنان وخطورة الوضع اللبناني الوضع اللبناني ككل والدور المسيحي بالدور المسيحي أول خطأ المشاركة بالحكومة أو الطريقة اللي زهرت فيها المشاركة بالحكومة بغياب رأي جمهورية نحن كنا منتمنى أنه على القليلة على القليلة حافظوا على الشكل أوكي هيدا خطأ ما بيطال التيار الوطن الحر أبدا أبدا هيدا بيطال الناس اللي قاعدة بالبيت ما بيعرفوا بيعرفوا أنه ما في رأي جمهورية وحكومة ماشية بي رأي جمهورية وبلا رأي جمهورية كأنه ما قالوا دور هاي ما بيسوى أنتو المحافظين على لبنان وعلى الدور اللبناني وطول عمركن بتراعوا مش حلفائكن حزب الله ما بيراعي بس حلفائقه حزب الله استراتيجي لدرجة مراعاة أقصامه بالسياسة تما يترك عليه نقطة تترك انطباع بالذاكرة الجماعية بتأثر على المستوى استراتيجي بالذاكرة الجماعية إنو بيرئيس وبلا رئيس نحن مشين ما في مشكلة هاي أول نقطة خطرة خطرة مش عالطيار لأنو الطيار ما عندو وزر نقطة التانية موضوع رئاسة الجمهورية ما بيقدر يكون بالذاكرة الجماعية إنو رئاسة الجمهورية ما بيمثل ومن ضمن هاي دي التركيبة اللي عانى منا المسيحيين ودفعوا أتمانا اللبنانيين ككل عفترة الثلاثين سنة بيجي بيركب بديل ونحن بدنا يا لأنو بيحمل مقاومة نحن كمان إنو عنا حماية المقاومة مؤدسة بس ما بيسوي يقطع رئيس الجمهورية بالشكل اللي هاد هيدا خلق نقزة وإشكالية ما بين قسم كبير من اللبنانيين وهيدا بين السنائي أو أنا بحكي عن حزب الله أكتر من السنائي أكيد العلاقة مختلفة طبعا طبيعة العلاقة بينكم طبيعا يمكن يمكن حتى أنا إذا بدي بدي انتقد موضوع سليمان فرنجية ما بنتقد بسبب علاقته مع حزب الله يعني ما ما كتير بخاف من علاقة سليمان مع حزب الله أبدا بالعكس بتريحني اللي بيخوفني علاقة سليمان مع حزب الله طبع طبع واضح ما بتطمن اللبنانيين كتير علاقة إنه سليمان فرنجية بأي كونتاكست راكب وماشي الحال أوكي صار في مشكلة بالسياسة نحن وحزب الله مرتبطة بنقطتين بالتعاطي أوكي تعبت ورقة التفاهم تعبت ورقة التفاهم السباب والشتائم على التواصل الاجتماعي وهيدي طريقة منلغي كل شي حلو وما منفكر غير كل شي بشع أنا هيدا اللي لا طبيعتي ولا طريقتي ولا بحبه بالسياسة طيب بس جمهور التيار اليوم يعتبر إنه هو بيجزء منه هيدا كلامه أنا عم بنقله إنه هو نغدر واللي غدره هو حليفه مفترض اللي يكون أكثر اطمئناناً لقله هو الحليف يعني الغدر وقته بيجي من خصم معروف الخصم بس اليوم مشان هيك الجرح كبير عند جمهور التيار إنه مش هيدا اللي يتوقعوا من حزب الله خاصة إنه رئيسة العماد ميشيل عوني تدمرت بسبب هذا التحالف شعبية التيار الوطني الحر تراجعت بسبب هذا التحالف يعني التيار بيعتبر إنه نحنا دفعنا تمن مش تتقبلونا هيك بعض جمهور التيار عم بحكي ما عم بحكي على مستوى الايادة لو حتى عباب يمكن ببعض مستوى يمكن يعني الجمهور هو انعكاس لنقاشات تنضار بالمجتمع ككل يعني مش إنه منظمة حالنا من مسئولية شو منحكي ماني موافق عكل شي بينقال وما بقدر امشي أنا بكل شي بدو ينقال يعني سير الجمهور بدو يقود عفواً الجمهور هو أهم شي بس مش الجمهور بدو يقود بالعكس تماماً أنا مني موافق إنه العلاقة نحنا وحزب الله من الأساس دفعتنا تمن لقلنا بكل شي مني موافق عتنا أبداً بالعكس العلاقة نحنا وحزب الله عملت استقرار اجتماعي جيد جداً بالبلد نعم وعملت تضامن وأصلاً إحدى مظاهر قلة الأخلاق اللي شفناها بالسباب والشتائم بآخر فترة سبب الأساسي هو اعتبار البعض أن هذه ورقة التفاهم انتهت صار حديث طائفي ومذهبي بشع ليه لأنه قالوا لك خياد لأنه بتعرفي ما عد في ضابط ورقة التفاهم طي ينضبطوا الناس حولها صاروا يقول لك خياد منطلع منسب الدين ومنسب هلأ الجمهورين مأثروا جمهورين مأثروا وكانت ضامن وكانت الضمانة تبعون ورقة التفاهم هلأدي ورقة التفاهم مهمة ويمتبهوا للناس لأنه لما كنت دافع عن ورقة التفاهم وازلت مستعد للدفاع عن ورقة التفاهم والتضوي على أخطاء نعم فينا نضوع أخطاء كتير ونعلجهم لأنه بعد معنى ثلاث دقائية ممكن بعد إصلاح ما نكسر بينكم وبين الحزب ولا خلاص صفحة وطويت أنا أول شيء بتمنى بتمنى ترجع تتصلح العلاقات بناء على رؤية واحدة لمستقبل لبنان بس بتمنى أكتر أنه أصلا الطيار الوطن حر هيك رح يتعطى وأنا برأي هيك بيتعطى الطيار موضوع الطيار الوطن الحر ما عنده كسومة على كل شيء مثل ما شفناها معنا نحنا معنا حتى الجيد صاروا يرفضوا الناس نجي منطرحهم لخي أنت موجود تعطى عاتيك دوار لك ما بدنا قال لي لحدا نقول إذا الطيار بدوا جيب الغاز ما بدنا الغاز نحنا مش هيك أصلا نحنا وين في شيء منيح رح نعمل ومبارح بموضوع التمديد للبلديات ما جاي أسألك بآخر دقيقتان يعني بارح مبارح موضوع عم تحكي كل حديثك أنه نحنا ما بدنا رئيس يرجع يعيد نفس الأشخاص شفناكم حطيتوا إيدكم بإيد نفس الأشخاص بالتمديد للبلديات ليش؟ من نفس الأشخاص؟ عم بحكي عن الرئيس نبيه بره ليش فهلت له موضوع هالي الجلسة؟ يا ريتا رئيس نبيه بره اليوم رئيس مجلس نواب نحنا بأمام أزمة هل أدى حادة من موضوع البلديات؟ تمانعيد الحديث اللي نحكي على الهواء على الأسبوع كله حول الدافي شعبوية لما بتطلع يتقولي بدي أعمل انتخابات وانت عايزة تعاملية وقدافي ناس سيئين نية بيحكوا بالبرلمانشي وبيطلعوا لبرا بيحكوا شيء تاني وكذبين وبيكذبوا على الناس نحنا صرنا أمام إشكالتان أو موقفين بدنا ناخد واحد منهم من روح الشعبوية ومن كذب على اللبنانيين ولا منتحمل مسئولية لو على تمن شعبوية نحنا تحملنا مسئولية يا عمي والله العظيم والله العظيم لو اللبنانيين تحملتوا مسئولية ولا اليوم كما يقول خصومكن كنتوا وضعكن الانتخابة منه جيد بلدية سنة 2004 انتخابات البلدية أنا ابن المتن الشمالي ما أخذنا ولا بلدية ولا بلدية كيف ما أخذت ولا بلدية بال2004 صح تحن نتحن مشال المر تحن مظبوط سنة 2005 عملنا تسنامي بالانتخابات وما بقى تحكوا بلديات وطلبتوها مثل هيدا مثل سمير جعجع بيربح له جامعة بيربح له جامعة بيقلك انتصرنا بكل ابن الخايا مش هاك هذا جوه شيء وظروفه شيء وعائلاتها بتداخل مع بعضها بطريقة ومش يعني البلديات منا مهمة أنا بقلك البلديات متعبة على الأحزاب ولكن مش هي تعكس الصورة السياسية بالبلاد أبدا هذا موضوع انمائي محلي بيقدر يتخاصم فيه اثنان طيار على الموقع عظيم آخر شغلي بس بدي إشارة بما أنه محكينا فيها بالحلقة القضاء الفرنسي وجه اتهام إلى رياض سلامي سرّبت عبر رويترز أنه هناك اتهام له بطبيض الأموال أنه أبلغ أنه سيتم اتهامك بموضوع طبيض الأموال والتزوير وغيرا من الملفات اللي عم بحقق فيها القضاء الفرنسي وفق ما جاء على وكالة رويترز هذا الشي عم يتزامن أصلا مع الحديث عن ديل عم يركب بحكمية مصر في لبنان أمريكا تريد كاميل أبو سليمان اللي كان وزير محسوب على القوات اللبنانية في ديل هاك وممكن تروح حكومة تصريف الأمال لتعين ما عند المعلومات الكاملة حول الموضوع بس الأكيد أنه نحن بمواجهة شفت الكضاء اللبناني وين صرنا بالكضاء الأجنبي تطرينا نروح لهونيك يعني الله يعطيه ألف عافية وديع والقاضي غادعون يلي في مقولة كتير بحبة لغندي بيقول أول شي بتضحك علي تاني شي بتقلدوني بتصيروا تجهلوني تالت مرحلة بتصالوا عليها بتصيروا تحاربوني رابع مرحلة بربح بقى أنتوا تمسخرتوا علينا كتير تاني مرحلة تجهلتونا تالت مرحلة قتلتونا وربح مرحلة راح نربح كلنا سواء لقلنا ولقلكون وقفت مصخر ساعة ما سخرتوا على الشعرات وساعة ما سخرتوا على الأداء نحن عم نقاتل لقلكون رياض سلامي شوان عنوية كنا عنا شقفة أرض ومتخاصمين أو وديع عقل عنده هو وغدعون يعني أراضي ومتخاصمة طرق لهم يهن هاو دي كلهم مصر يهتكون كل المعارك اللي عم نعملها وانتوا عم تشتميونا هي لقلكون روحوا شدوا هونيك على القليلة إذا ما فيكن شدوا هونيك مستحيين من أولياء أمر كونسكتو أنا مع هيدا الحديث بيكون وصلنا لختم حلقتنا شكرا كتير لقلك نائب رئيس طيار الوطني الحر منصور فاضل على حضورك معنا اليوم وشاهدينا بداية شكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء شكرا